سؤال ماذا قدم المسلمون للبشرية؟ الجواب المسلمون قدموا للبشرية الكثير والكثير فعلى سبيل المثال بطارية الهاتف من اختراع المسلمين البروفيسور رشيد اليزمي شبكة الواي فاي من اختراع المسلمين الدكتور حاتم زغلول خوارزميات البرمجة من اختراع المسلمين العالم أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي خيوط الجراحة من اختراع المسلمين العالم أبو بكر محمد بن زكارية الرازي لغة رينجل البرمجة من اختراع المسلمين المهندس محمود سمير فايد أول مرصد فلكي في التاريخ من اختراع المسلمين وهو المرصد المأموني من طرف الخليفة المأمون نظرية الكاميرا أو القمرة من اختراع المسلمين للعالم أبو علي الحسن بن الهيثم علم الكيمياء من اختراع المسلمين العالم جابر بن حيان بن عبد الله الأزدي علم الجبر من اختراع المسلمين أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي علم الاجتماع من اختراع المسلمين للعالم عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الأرقام الغربية من اختراع المسلمين أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي الطربيد أو الصاروخ من اختراع المسلمين المهندس نجم الدين حسن الأحدب أدوات الجراحة من اختراع المسلمين أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي مقياس الكثافة البكنوميتر من اختراع المسلمين للعالم أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني نظارات البصر من اختراع المسلمين للعالم أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم الساعة الفلكية الاستورلاب من اختراع المسلمين العالم إبراهيم الفزاري أول مستشفى في تاريخ من اختراع المسلمين وذلك في عصر الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك أول جامعة في التاريخ جامعة القرويين أسستها امرأة مسلمة وهي السيدة فاطمة بنت محمد الفهري القراشي والكثير والكثير من الاختراعات قدمها المسلمون ثم يأتيك أحد العلمانيين ويقول لك لماذا تستخدم أجهزة الكفار أو ماذا قدمتم يا مسلمين للعالم الجواب قدم المسلمون للعالم كل شيء